لن تحل مشكلة الإرهاب في العالم إلا بلن تحل إلا إذا تضافرت الجهود الدولية والإقليمية في هذا الإطار أدرجت الولايات المتحدة تنظيمي حسم وولاية سيناء الموالي لداعش في مصر ضمن تحديث جديد لقوائم مكافحة الإرهاب وتضمنت القائمة التي أعنتها وزارة الخزانة الأمريكية عددا من الأشخاص اثنان منهما موجودان في تركيا فهل يساعد هذا القاهرة في حربها ضد الإرهاب؟ معنا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران لنسأل أحمد هنا في هذا الإطار أول شيء أحمد مساء الخير كيف بدى وقع هذا القرار على الداخل المصري بداية؟ مساء النور بالطبع هذا القرار بالنسبة لمصر الكثير فهو أدرج بالإضافة إلى منظمة ولاية سيناء وتنظيم حسم أدرج قياديين كبيرين في تنظيم حسم الإرهابي على قائمة الإرهاب وهما قياديين معروفين بانتمائهما لجماعة الإخوان وهما يعني ربطا بين جماعة حسم وتنظيم الإخوان الإرهابي بشكل مباشر من قبل الإدارة الأمريكية وبالتالي فإن هذا القرار بما يستدبعه من تجميد أرصدت وممتلكات الجماعتين والقياديين المذكورين في القرار يعني يقلص كثيرا من قدرة هذين التنظيمين مستقبلا على شن المزيد من الهجمات الإرهابية بعد سبع سنوات من الهجمات الإرهابية التي ضلع فيها التنظيمين أولا حركة حسم المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين ظهرت للمرة الأولى في 2014 وقامت بتنفيذ العديد من العاملات الإرهابية في القاهرة وفي الدلتة وفي العديد من المحافظات ربما أبرزها اغتيال النائب العام السابق حشان بركات ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة وكذلك قامت أيضا في 2019 بتفجير معهد الأورام وهو ما أصفر عن سقوط 20 شخصا من الضحايا المدنيين وبالتالي فإن هذا القرار يمثل ضربة قوية لحركة حسم وكذلك لجماعة الإخوان بالإضافة إلى تنظيم ولاية سيناء وهو التنظيم النشط في شمال سيناء وكان يحمل اسم تنظيم بيت المقدس قبل 2014 إلى أن بايع تنظيم داعش الإرهابي وتحول إلى ولاية سيناء بالطبع هذا القرار يعد ثمرة للجهود الأمنية الكبيرة في ملاحقة هذه التنظيمات الإرهابية وثمرة أيضا للتحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة خلال السنوات الماضية لكشف حقيقة هذه التنظيمات وكشف علاقتها وارتباطها بتنظيم الإخوان هذا ما سنناقشه أحمد مع ضيفنا بعض لحظات شكرا لأحمد مهران مراسلنا من القاهرة سنبقى في القاهرة مع ضيفنا مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة عميد خالد أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار استمعت إلى هذه الرسالة تبعت أيضا هذا القرار تنظيمة حسم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب الأمريكية الآن كيف ستسهم هذه الخطوة الأمريكية باعتقادكم في دعم مصر في مواجهتها للإرهاب يعني بعد التحية لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا من دون شك ستتلقى مصر هذا القرار بارتياح شديد ارتياح من كون أنه تعزيز لشرعية الحرب ضد الإرهاب التي تخضها مصر منذ العام 2013 لطالما كان هناك قدر من التشكيك من جماعة الإخوان حول أولا ارتباط حسم بتنظيم الإخوان كما ذكر أستاذ أحمد منذ دقائق الإعلان عن أسماء يحيى موسى وعلاق السماحي وهما القياديين في جماعة الإخوان وبعدوية ثابتة بأنهما هما من يحرك وهما القيادات المباشرة لحركة حسم وهذه معلومة صحيحة ومعلومة كانت القاهرة تذكرها منذ بدأت تلقي القبض على الخلايا والعناصر التي نفذت عمليات إرهابية هذين العنصرين أو هذين العنصران يقيمان في تركيا منذ أعوام ويقوم بإدارة هذا النشاط الإرهابي المسلح أعتقد هذه المعادلة الجديدة وهي تخرج من وزارة الخزانة الأمريكية من دون شك تتيح للقاهرة مساحات أكبر للحركة في حين على الجانب الآخر تضيق مساحات كبيرة أمام جماعة الإخوان وأعتقد بأنها تضع إدارة جو بايدن عبر الرسائل المخفية لهذه الإدراجات في موقف مقيد من إن كان ستذهب إلى محاولة صياغة علاقات جديدة مرة أخرى أو تستعيد العلاقات التي كانت موجودة ما بين الإدارة الديمقراطية السابقة وجماعة الإخوان وكانت تحاول أن تقدمها للعالم العربي باعتبارها جماعة سياسية لا شك أن في هذا القرار أيضا رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة عميد خالد لكن من تابع اليوم هذا القرار تساءل عن مدى قدرات التنظيمين التي تحدثنا عنهما بالآوين الأخيرة لاحظنا تراجع قدراتهما بالتزامن مع العمليات التي قام بها الجيش المصري في سيناء اليوم هل يمكن الحديث عن قدرات للتنظيمين الآن؟ في العامين الآخرين بالفعل كما تذكوري حضرتك استطاع القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء على وجه التحديد باعتبارها هي التي تتولى أكبر عملية مكافحة للنشاط الإرهابي وهي العملية الشاملة سيناء 2018 والأجهزة الأمنية الأخرى المصرية الداخلية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني ومجموعة من أجهزة مكافحة الإرهاب في الداخل وراء مجموعات حسم كلا المصارين الحقيقة الأجهزة المصرية حققت فيها خلال العامين الأخيرين نجاح كبير جدا ولذلك ربما على المستوى الأمني والتيكتيكي على الأرض ينظر بأن القرار الأمريكي قد جاء متأخرا إلى حد كبير الأجهزة المصرية تقدمت واستطعت أن تحقق اختراقات وتفكك وتضرب مفاصل كلا التنظيمات ضربات قوية بعد سنوات من الانتعاش تمتع بها كلا التنظيمين وكانوا يثيروا اضطراب أمني حقيقي ويسقطوا ضحايا وعمليات كما ذكر منذ قليل كلا التنظيمين الحقيقة انخرطوا في عمليات كبيرة ومتعددة ومتنوعة طوال أعوام من 14 إلى 17 هل يستفز باعتقادكم إدراج الولايات المتحدة لتنظيمي حسم وولاية سيناء الخلايا النائمة التابعة للتنظيمين أو لربما للمنظمات التي تدعمهما حضرتك ذكرت ارتباط مباشر مع تنظيم الإخوان هل نتوقع أي عمليات من هذا النوع ردا على القرار الأمريكي أم أن ذلك مستبعدا يعني في اللحظة الرهينة مستبعد لكنه سيناريو مطروح في كل الأحوال له نسبته وهو حاضر في ذهنية أي معادلات أمنية موجودة على الأرض توقع مثل هذه الفرضية جماعة الإخوان للعلم أنشأت ما يزيد عن خمس تنظيمات إرهابية حسم كان أكبرها لكن كان هناك لواء الثورة والعقاب الثوري وغيرها من التشكيلات والخلايا التي بالفعل ربما الأمن المصري خلال الشهور الماضية استطاع أن يصل إلى مجموعات توصف بالنائمة أو كان مكلف أن تقوم بعمليات إرهابية في أماكن معينة واستطاع أن يوجه لها ضربات استباقية وهذا الأمر هو ما يجعل المعدلة الأمنية لا تخفض من قبل الأجهزة الأمنية المصرية جماعة الإخوان وهي موجودة على الأراضي التركية طوال الوقت تحاول أن تثبت بأنها رقم فاعل وأنها زراعة يستطيع أن يؤثر في معادلة الأمن المصرية لذلك لا نستبعد أن تجري بعض من المحاولات أو أن تنشئ أنظمة جديدة بعيدة عن الإسم الذي تم إدراجه وهو حركة سواعد مصر حركة حسم على قوائم التنظيمات الإرهابية في وزارة الخزانة الأمريكية شكرا جزيلا على المداخلة من مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة حدثنا الليلة من القاهرة شكرا